السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المطاعم العالمية بعد الانتهام من الأكل وضعك للشوكة والسكين له رمز طبعا هي رموز يعني انت ممكن تعبر فيها عن جودة الأكل هل الأكل أعجبك ولا لا أو ممكن انك تستدعي الجروسون أو النادل الطريقة هذه اعتمدتها للمطاعم العالمية بحيث انك تعبر عن رايك أو انك تستدعي النادل بدون ما تتكلم معها وتسبب بصجة في المطاعم فأثناء الأكل اذا حطيت الشوكة والسكين على شكل تقريبا اكس هذي يفهمها النادل انك يعني بما اخذ راحة وبترجع تاكل يعني ما يشير صحنك بوريكم صورة لها العلامة الثانية لو وضعت الشوكة والسكين على شكل زايد يعني وحده بالعرض وحده بالطول هذي تعني انك يعني تريد من النادل ان يجيب لك الطلب اللي بعده ثاني أما ان وضعت الشوكة والسكين متساويتين جنب بعض هذي معناتها انك خلصت من الأكل وان القروسون يجي ويشير الصحن منذ الأكل ماك عارف أما الطريقة الأخرى اذا وضعت الشوكة والسكين بالعرض على الصحن فينبسط القروسون يدري ان الأكل أعجبك أما الطريقة الأخيرة والهي غير محببة لها المطاعم انك تضع السكين وسط أسنان الشوكة وهذي تعني ان الأكل سيء وانه ما أعجبك انا والله داري ترى ان اكثركم يعني حقين تسالي وما لهم دخل في الأشياء هذه وياكل بطاطس بعود الأسنان لكن ما تدري ممكن تحتاجها وقت ثاني يعني زي انا بعد يومين إن شاء الله عازمي لنا حد السفارات في مطعم في المملكة والله اني ناسي ذا حين اسم المطعم وبجربها مع النادر بشوفك عارف ولفن كذلك